السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم معنا في قناة بيتي بيتك النهاردة بإذن الله هنعرف كل حاجة عن مكنسة فيليبس أكواتيريو 9000 سيريز والمكنسة مخصصة للكنس الجاف والرطب وإزالة البقعة يعني للكنس والمسح خلينا نشوف مع بعض ماذا جودتها وهل تستاهل إنك تشتريها وإيه هي العيوب اللي ممكن تكتشفيها أثناء استخدام المكنسة علشان تعرفي تقرري هتشتريها ولا لأ أولا خلينا نتكلم مع بعض عن مواصفات المكنسة وبعد كده هنشوف إيه هي العيوب اللي هتكتشفيها أثناء الاستخدام لو جينا تكلمنا عن وقت شحن البطارية فالبطارية بتحتاج أربع ساعات للشحن وفيه إمكانية لتبديل البطارية يعني تقدري تشتري بطارية زيادة تبقى مشحونة بحيث تستخدميها كاستبن البطارية الأساسية أما وقت تشغيل المكنسة في الوضع العادي للكنس والمسح فهو 25 دقيقة ووقت تشغيل المكنسة في الوضع العادي للكنس فقط 45 دقيقة أما وقت تشغيل المكنسة في وضع السرعة القصوى للكنس بس فهو 25 دقيقة يعني لو كنت بتكنسي بس وشغلتي المكنسة على الوضع العادي هتاخد معيكي 45 دقيقة لكن لو شغلتيها للكنس بس على وضع السرعة القصوى فهتاخد معيكي 25 دقيقة أما بالنسبة لساعة الخزان فهي 450 ملي طبعا ده خزان المياه نظيفة أما ساعة الخزان المياه المتسخة فهو 400 ملي والخزان فيه مؤشر للمياه المتسخة بحيث لما توصل المياه للحد المسموح به في الخزان تقدر يتفضي الخزان المكنسة كمان فيها تنظيف ذاتي للجهاز ولفرش التنظيف بحيث تبقى نظيفه وجهزه للاستخدام مرة تانية في أي وقت وطبعا احنا هنشرح بالتفصيل ازاي استخدم التنظيف الذاتي للمكنسة أما بالنسبة لأجزاء المكنسة فأول أداية هتلاقيها معانا هي فرشة استوانية نعمة لكنس الأرضية بدون استخدام المياه والفرشة دي بتكون وظيفتها فقط للكنس ودي بتستخدم مع الزراع اللي مفهوش أي خزانات مياه بنستخدم معاها العصايا المخصصة للكنس الجاف والأتربة ودي بيكون فيها إضاءة لونها رصاصي علشان تساعدك تشوفي الأتربة والأوساخ اللي على الأرضية وخصوصا لو فيه مكان الرؤية فيه مش واضحة زي مثلا تحت الركنة أو تحت الصفرة مثلا والفرشة المخصصة للكنس الجاف فيها إمكانية للكنس الأرضيات الصلبة زي الخشبية والسيراميك والبورسلين وأي نوع من أنواع الأرضيات الصلبة أما القطعة التانية وهي فرشة مخصصة للمسح والتنظيف الراطب لأي سوائل أو بقع على الأرض والفرشة دي بتكنس وبتمسح الأرضيات الصلبة في نفس الوقت يعني وانتي بتستخدميها مش مضطرة تمسحي بعد ما تكنسي لأن المكنسة بتقوم بعملية الكنس والمسح في نفس الوقت وتم تصميم الفرشة الخاصة بالمسح لإزالة الغبار والأوساخ والبقع وما يصل لتسعة وتسعين في المية من البكتيريا كل ده بخطوة واحدة فبتوفر معاك الوقت وبتديكي أفضل نتيجة ولما بنستخدم فرشة الكنس والمسح على وضع الطاقة العادية البطارية بتشتغل لحد 45 دقيقة أما لو استخدمناها على وضع الطاقة القصوى فالبطارية بتشتغل لحد 25 دقيقة والفرشة مصممة بحيث توصل لأي مكان منخفض حتى تحت الأساس والكنب وبنستخدم معاها العصايا التانية الخاصة بالمسح والكنس الرطب وهتلاقي فيها جزء خاص بخزان المياه نظيفة وجزء خاص بخزان المياه اللي مش نظيفة وعملية التنظيف بتتم عن طريق تدفق المياه النظيفة بشكل مستمر من خزان المياه نظيفة على الأرض وبعدها بيتم سحبها تاني بواسطة فرشات المسح بعد ما بتكون الأرض تم تنظيفها بالفعل علشان المياه ترجع على الخزان الخاص بالمياه المتسخة وأثناء استخدام فرشة التنظيف الرطب بيكون عندك 3 خيارات أولا النظام العادي المخصص للتنظيف المنتزم يعني بيكون الأرضية تم كنسها ومحتاجة مسح وتنظيف عادي بشكل ممتازم أما النظام الثاني فهو النظام المكسف وده بيكون في حالة فيه بقع فيه أجزاء معينة من الأرض بنستخدم النظام الثاني أما النظام الثالث وهو امتصاص المياه وده عشان تجففي وتمتصي أي رطوبة متبقية بعد المسح وإحنا بنختار وبنبدل بين أنظمة التشغيل التلاتة من خلال استخدام شاشة المكنسة LCD الزكية الرقمية وأكيد هيجي في بالك دلوقتي سؤال هل فرشات الكنس والمسح بتحتاج تنظيف بعد كل استخدام وخصوصاً أننا بنستخدمها مع البقع والاتساخات الصعبة والتخلص من البكتيريا فهل أنا هحتاج أن أتضافها كل مرة بنفسي؟ الإجابة لا فرشات المكنسة المخصصة للمسح بتدور باتجاه عكسي بسرعة 4500 دورة في الدقيقة وده سرعة عالية جداً وبالتالي بيتم التخلص من أي أوساخ في الفرشة مع المياه اللي بتروح لخزان المياه المتسخة وبتحافظ على الفرشة نظيفة باستمرار وبمجرد متخلصي جلسة التنظيف مش عليكي غير أنك ترجعي فرشة المسح على جهاز التخزين أو القاعدة بتاعت التخزين وبتتغطي على تشغيل دورة التنظيف الزاتي الآلية واللي بتشطف الجهاز والفرشة بالكامل بحيث المكنسة تكون جاهزة للاستخدام مرة تانية في أي وقت وفيليبس حصلة على براءة اختراع في النقطة دي وبعد ما المكنسة بتنتهي من التنظيف الزاتي بنفك الفرشة وبنثبتها في المكان المخصص عشان تنشف كويس استعدادنا للاستخدام مرة تانية في أي وقت أتمنى أكون قدرت أوصل لكم الفكرة وتكون واضحة بالنسبة لكم أما بالنسبة للجزء الأكبر في المكنسة وهو الجزء اللي بنخزن عليه كل أجزاء المكنسة بحيث أن كل جزء في المكنسة ليه مكان على الحامل ده وبيتخزن بشكل دقيق ومنظم وكمان الاستاند ده هيساعدك تبدلي المقبض اللي بنشغل به المكنسة وبنبدل بين عصاية الكنس الجاف للأتربة وعصاية الكنس الراطب والمسح بدغطة بسيطة جدا على المقبض بنفصله وبننقله على الجزء التاني من المكنسة وطبعا قبل ما نستخدم الجزء الخاص بالمسح في المكنسة بنحتاج نملة الخزان مية وبنضيف على الخزان كمية صغيرة من محلول التنظيف وطريقة مالي الخزان بأننا بنخلع خزان المية اللي هو مخصص للمياه النظيفة وبنملة مية لحد العلامة على الخزان وبعليها كمية صغيرة بالغطى المعياري من سائل التنظيف الخاص بالمكنسة من فيليبس وبعدين نرجع الخزان مكانه أما بالنسبة للمقبض اللي احنا قلنا عليه قابل للتبديل بين العصايتين أو المكنستين هنلاقي فيها شاشة LCD بالإضافة لبطارية والشاشة بيظهر عليها كل المعلومات اللي محتاجة تعرفيها أثناء الاستخدام يعني المتبقي في البطارية قد إيه أو النظام اللي أنا شغاله بيه باستخدمه دلوقتي هو إيه وكل حاجة محتاجة أعرفها أثناء التشغيل وكمان هنلاقي القطعة دي وهي عبارة عن جزء بنستخدمه للتنظيف الأماكن اللي بيصعب الوصول إليها وبنقدر نستخدمها بالمكنسة بدون عصاية على الكنب وبين شيلة الأنتريه وعلى الشبابيك والألمونتال وكمان الجزء اللي بيتفصل من المكنسة نقدر نستخدمه مثلا في تنظيف العربيات وبيبقى سهل الاستخدام وسهل الحمل على الإيد وكمان هنلاقي فرشة صغيرة لتنظيف الفرش والستاير وممكن برضو نستخدمها بدون عصاية للفرش وبالعصاية الطويلة للستاير والعربية مثلا وطبعا هنلاقي شاحن البطارية وحامل بيتركب بمسامير في الحيطة عشان شاحن البطارية بسهولة وكمان هنلاقي فرشة للتنظيف والفرشة الصغيرة دي ليها وظفتين الأولى تنظيف راس المكنسة بسهولة أما بالنسبة للوظيفة التانية فهي عبارة عن مفتاح لفك فرش المكنسة بسهولة عشان أقدر بعد ما الفرش تنظف التنظيف ذاتي أحطهم في المكان المخصص عشان ينشفوا زي ما قلنا وكمان محلول في عبوة لاستخدامه في التنظيف وطبعا ده متاح منه على موقع أمازون علشان تقدر تشتريه لو خلص في أي وقت وبكده أكون شرحت كل مميزات ومواصفات المكنسة لو فيه أي استفسار اكتبه لنا في الكومنتات نيجي بقى للنقطة الأهم في الفيديو وهي عيوب المكنسة أولا المكنسة مش موجودة في كل الدول العربية ولكن أكيد في وقت قريب هتبقى متاحة في أغلب الدول العربية العيب التاني حجمها كبير وبالتالي بتاخد مساحة في التخزين العيب التالت سعرها مرتفع نسبيا وبالتالي مش متاح لكل الناس إنها تستفيد بالمزايل في المكنسة لإنه بيبقى صعب عليهم إنهم اشتروها بالمبلغ ده أما العيب الأخير فلإنها بتتكون من مكنستين واحدة للكنس فقط واحدة للمسح والتنظيف الرطب فبنحتاج نبدل بينهم فبعض الناس بتلاقي الفكرة دي مش سلسة في الاستخدام يعني أنا عايزة مكنسة أمسكها أدوس على زرار معين أكنس أدوس على زرار تاني أمسح لكن فكرة إن أنا بفك أو أبدل جزء من المكنسة في بعض الناس بتحس إن الموضوع ده مش سلسة في الاستخدام ياريت تكتبونا في الكومنتات لأي تجارب مع المكنسة ويارب تكونوا استفدتوا معنا ولو استفدتوا معنا ادعمونا بلايك واشتراك وكومنت محفز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر